نرجع إلى عملك في إذاعة بغداد جمعتك البعثيين يسروا لك الأمور وأنت كنت بعثي أنا ذاك لو ما كان عندك انتماء أنا كان عند انتماء من الخمسينات كنت يعني نصير نصير في الخمسينات بالخمسينات في فلسطين في بيرزيت نعم فمن جية البغداد إذا تلقوك ربعك أنا يعرفوني طبعا الرفاق وأنا أعرفهم أعرف معظمهم قبل أن أراهم يعني كنت أسمع في أسمائهم وكنت أتابعهم مثل الأستاذ حميد سعيد عبد الأمير معلى سامي مهدي هذه الأسماء كنت أعرفها ذلك شعراء محمد جميل شلاش كمال حديثي لكن لا كنت كان ثمة واحد معروف الآن ذهب اسمه من عندي لكن عندما أذكره سأذكره لك لا ضير إذن خلنقول العراب لك هو السيد ناصف عواد صديقي ويعرفني وهو 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 اللي قربك إلى صدام حسين نحن من جد واحد والله ما قربني من صدام حسين أعمالي أعمالي صدام حسين كنت أسمع به وأنا في سوريا وكنت أسمع فيه وأنا في مصر في نفس الفترة واللي أنا فيها في القاهرة كان موجودا في القاهرة رأيت بعض الرفاق الذي يعرفونه ولكن لم ألتقي به مع الأسف في القاهرة بالقاهرة ما ألتقيت ولكن أتذكر صارت ندوة في قاعة الخلد تبحث في إدارة الدولة وفي مشاكل التنمية وإلى آخره أي سنة؟ بالثمانين بالسبعينات الندوات الانتاجية؟ نعم نعم وأنا اشتركت في إحدى هذه الندوات وأبدايت ملاحظة أنت اشتركت بهذه الندوات كموظف في الإذاعة والتلفزيون نعم كرئيس قسم كموظف دولة بالضبط نعم ندوات الانتاجية كانت لمؤسسة بالضبط الدولة وليس للحزبيين لا 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 للدولة وكان الخاعة ملآنا وابديت ملاحظتي حول عدم صبر العراقيين على نقص مادة معينة مثل الطماطة مثل البيض أنا أتذكر في السبعينات عندما جئت إلى بغداد كانت المحلات الأسواق الدكاكين الرفوف يعني شبه فارغة تعاني من أزمات ما كان فيه مواد يعني ولا ولكن بعد ذلك الخير ما شاء الله عم فانترست الأسواق وكانت أينما تذهب تجد الخضار والفاكهة موجودة حتى على الأرصفة فتغير من حال إلى حال أنا عندما بديت هذه الملاحظة علق السيد النائب قال أنا أنا أريد من العراقيين أن لا يسكتوا على نقص وعن شيء خطأ لذلك أنا مع تبرمهم ومع ما يقولونه حول النقص الفلاني والنقص العلاني يجب أن يظل عندهم الحس النقدي والجرأة على النقص ترجمة نانسي قنقر